زاوية تيبرماسين ببلدية مزير عشرق ولاية بسكرة معلم تاريخي ثقافي سياحي يؤرخ لفترة زمنية صنع فيها القائمون عليها ملحمة ثورية ونهضة علمية وتربوية منطقة سياحية بامتياز صنفة سنة 1928 وعيدة صنفة سنة 1968 كانت تستقبل طلبة من المنطقة وخارج المنطقة وتقدم معارف وعلوم نقلية بعض الطلبة كانوا يذكرون أن حتى الكيميا والفلك كانت تدرس في هذه الزاوية هنا كانت للشيخ الصادق الحاج وأولاده صولات وجولات في الجهاد من أجل تحرير البلاد ومن أجل محاربة الجهل يتطلب مزيد من الاهتمام إلى هذه المنطقة التي تحمل طبعا كنوز وإرض تاريخي وتراثي مهم جدا حفاظا للذاكرة وحفاظا كذلك لامتيازات أخرى لأننا نسأى جاهدين إلى إعادة الاعتبار وإيجاد كذلك بلدية منتجة وإضافة اقتصادية وسيحية في نفس الوقت زاوية تيبرماسين تاريخ حفل مآله الزوال إن لم تتحرك الجهات الوصية والمجتمع المدني لرد الاعتبار إليها وجعلها معلما يزار المنطقة فعلا سياحية اكتشفوها ترجمة نانسي قنقر